المصدر المؤكد لعامله لا يجز حذف العامل ضرب سيد عمرا ضربا لا يتحذف ضربا لأن ضربا جاء بها لتأكيده وتقوية ضربا فلا ينبغي حذف العامل جاء المصدر لتوكيده وتقويته فلا يحذف العامل والحالة فهذا لا يجزف أنا أقولي وحذف عامل المؤكد المصدر المؤكد المصدر مر بلا أنه يؤكد عامله ويبين نوعه ويبين عدده قالوا في سواه وهو المبين للعدد او للنوع لدليل المتسع اذا كان لك دليل كان تقول ما ضرب الجسر فيقال لك بلى ضربتين حدث العامل التغذير ضرب ضربتين وكذا فتقول ما ضرب الجسر فيقال لك بلى ضربا شديدا اي ضرب ضربا شديدا اذا حذف عامل المغرور المطلق لمبين النوع ولمبين العدد المصدر الذي جاء به بدلا من فعله لا بد ان يحذف جعله نحو ضربا سيدا فندلا سريق وندلا وانتل ما بام المصدر جاء به بدلا من فعله لا يجمعه بين البدلي والمثلما لعمل انتل ندلا يصوى ندلا ندلا سريق المال اي انتل فندلا جاءت بدلا من انتل اذا لا يجمعه بينهما كذلك المصدر الذي جاء به لتفصيل عاقبة امر قبله يجب حذف عامله كقول اتعلم فاذا لقيتم الذين كفروا فضغط الرقاب حتى اذا اتخنتموا فشد الوذاق فاما منا بعده واما فداءه من هو فداءه جاءتا لتفصيل عاقبة امر قبلهما وهو شد الوذاق مشكلة عندنا اسر عندنا هذا امر فاما منا بعد فاما انتون نومنا واما تفدو فداءه كذا مكرر كذلك المصدر المكرر وعامل هو الحالة هذه مسند الاسمعين خضع الاسمعين نحو زيد نوما نوما التقديل زيد من ينام نوما نهب التقرار عن العامل ولا يجمعه بينهما فاذا لم تكرر ساغى المجيء بالعامل في مسافة الكفر تسأل تقول سيد نوما او سيد ينام نوما واضحة لان مصدر لا يقربه عن جثة نصدر لا يقربه عن جثة فحالف العامل جائز او واجب لان معروفه نوما هذا ليس خطرا لان مصدر لا يقربه عن جثة وكذلك الحصر تقول ما زيد إلا نوما إن ما زيد نوما كل هذا يحذف فيه يحذف فيه عامل مصر إن ما زيد النوما إن ما زيد ينام نوما الحصر نابع العامل فوجب حذب العامل وهو خبر عن جث من العامل الواجب الحذف من المصر الواجب حذف عامله ما يسمى مؤكداً لنفسه أو مؤكداً لغيره فالمبتلاف الأول نحو له علي ألف عرفة لو علي ألف عرفة أكدث نفسها لأن الكلام قبلها نص فيه معناها لا يعتبر غير معناها أنه لا قال له علي ألف أكدث نفسها لأن الكلام قبلها يساويها تماماً فأعترف هذه واجبة الحدث النعو الثاني أكد غيره وهو قوله والثالث ابني أنت حقا صرفا أنت ابني تحتمل البنوة النسبية وتحتمل بنوة شبقة وبنوة رساء وبنوة التعليم وتحتمل غير ذلك فمدما قال حقا تعينا أحد احتمالات فالمصدر هنا أكد غيره لأن الكلام قبله يحتمل معاني عدة فصار بذكره نصف بأحد هذه المعاني تعينا بأحد هذه المعاني فنقول هذا المصدر أكد غيره وعلى كل حرف عامله واجب كالأولي أن تبني حقا هيا حقه حقا كذا كذب تشبهك بعد جميع كذلك يحرف عامل المصدر الذي يستكمل هذه الشروف وهي أن يكون مصدرا تشبيهيا علاجيا مسلوقا بجملة فيها معناه وفيها فاعله غير صالح ما فيها العمل فيه لك بعضها الشروف وبعضها حولك على المثال من لبكم بكاء لبكم بكاء لبكم بكاء لبكم بكاء أي أبكي بكاء حق العامل هنا واجب ذا المثال ما ليس مصدرا تقول لزيد يد يد الأسد يد 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 مصدرا يرفعها بدل من الأولى مرحب وكذلك لا كان المصدر غير علاجي نحو لزيد علم علم الحكماء ليس علاجيا لا حركة فيه تشبيه مثل لزيد صوت صوت الحمار تشبيه بعكس نحو صوت زيد صوت الحمار هذا خبر تشبيه تشبيه واضح لزيد صوت صوت الحمار تبت صوته بصوت الحمار العالم الحذوب تعديل يصوت صوت الحمار لا بدأ تسبيقه جملة فلو قلت ضحك وزيد ضحك الغابل لا بتسبيقه جملة ضحك وزيد هذا ليس جملة فيها فاعله لزيد صوت صوت الحمار زيد المذكور أول هو فاعل يصوته التي عذبته هو المصالح من ماذا العمل فيه بزيلي صوت صوت الحمار صوت الأول لا يصح أن يعمل المصدر إذا لم ينحل عن أنه الفعل أو ما هو الفعل لا يعمل يحبني شرقك الماء أن تشرب لا بد أن ينحل سوفيتي بفعل المصدر الحق في العمل مضافنا ومجردا أو معه إن كان فعل معه أو ما يحض معه فإذا يحض له أنه الفعل ولما لا يعمل لكن يقول أنه يزيل صوت صوت الحمار صوت الأولى لا تستطيع أن تدع الموضوع لأن يزيل أن يصوت صوت ما يقال إذا ليس المصدر المتقدم صالحا للعمل في المصدر المتأخذ إذا نصبناه وقدرناه أن عامل ومحذره وجوبة إذا هذه الشرق جليبو كان بكاء لاتي عضلة ليبو كان متدف الخبر وبكاء مبعو المطلق يجب حق عامله وتقدره تبكي بكاء لاتي عضلة